ماذا تريد من جهاز حماية المستهلك أول حد بعت قال اقتراح عجبني بصراحة قال ليه الفاتورة الإلكترونية اللي هي الكمبيوتر اللي بيطلع ديه الفاتورة رسيب بتاع الكمبيوتر ليه ما يتكتبش عليه من تحت رقم جهاز حماية المستهلك أو الواتساب بتاع جهاز حماية المستهلك فكرة جديرة يا بالدراسة احنا القانون الحقيقة بيلزم كل محلية وجارية انه هو يعلق سياسة الاستبدال والاسترجاع وبيبقى عليها رقم حماية المستهلك طبعا انا مقدرش افرض عليه انه حط الفاتورة ممكن نناقشها مع الاتحاد العام اللي براف تجارية ومع الاتحاد العام لصناعاتك انه لو تطوعنا الناس تحط الرقم ده يكون شيء جاي جدا عشان الناس يوصلوا لكتراح جايد طيب تعال نروح لأكتر ما يشغل بال المواطنين وكأننا ما بنبطلش شارع عربيات ودي حاجة غريبة جدا بس الناس طول الوقت مهمومة بظاهرة الاوفر برايس ومحاولات انا متأكد من جهاز حماية المستهلك لانه الظاهرة دي تنتهي انا عارف انه كان اخر قرار خالص لو حطيت اوفر برايس حطه على سعر العربية في مكان ظاهر وانه يبقى مبين في الفاتورة وبالتالي ما تبقاش فلوس مستخبية وطلع بعيد بس فكرة انه تنتهي الظاهرة تبقى العربية بسهرها الطبيعي خلينا نقول يعني الظاهرة حتنتهي او على الاقل هتقل بحجم بحق يعني بمؤشرات واضحة جدا لما اساس الظاهرة نفسه يختفي واحنا قلنا للناس من خلال البرنامج عند حلالك المحترم انه اسباب الظاهرة ايه وعشان نفكر الناس بشكل سريع جدا اسباب الظاهرة هي العجز اللي موجود فيه اشباه الموصلات او السيمي كوندكتور النهاردة المصانع بتاعت السيمي كوندكتورز او اشباه الموصلات بدأت ترجع لإقاحة الطبيعي في الانتاج وبالتالي هتغزي احنا عايزين نقول معلومة كل عربية ممكن يكون فيها 12 الف قطعة موصل مش يعني مش شريحة كده بتتركيبه خلاص فيوز لا يعني فطبعا النهاردة وفيها اكتر من كده فالنهاردة دي بتستهلك كمية اشباه الموصلات كبيرة جدا ومش هرجع بقى للحديث اللي احنا قلنا قبل كده فيما يخص ايه سبب ازمة اشباه الموصلات بالفعل لكن خلاص مصانع اللي بتنتج اشباه الموصلات او السيمي كوندكتورز بدأت ترجع لنمطها الطبيعي في التوريد لمصانع السيارات وبالتالي انتاج السيارات هيرجع تاني بحجم الطبيعي وزي ما الناس عارفة هي السلعة لما العرض بيكون مكافئ للطلب بتستقر الاسعار او العكس والعكس يعني سواء زاد بترخص الاسعار أل بتزيد الاسعار فالمفترض احنا قلنا نص التاني من 22 هتبتدي المصانع ترجع لإقاحها الطبيعي في الانتاج وبالتالي تتوفر للعربيات وترجع زي ما كانت مقود وبالتالي هيبقى فيه عندي وفرة من المنتج او المركات المختلفة وعلي المفترض للنتاجر ما يحطش هيتزن السوق تلقائيا هيتزن السوق بشكل تلقائي لكن طبعا احنا موقفناش احنا طلعنا القرارات وقرارات بقت مهمة جدا في السوق والحقيقة قدت لهدوء الظاهرة بشكل كبير خلينا اقولك كمؤشرات الشكاوى اللي عندي بنسبة اللي تخص استلام السيارات اتحلت بنسبة تتجاوز في المتوسط ما بين الشركات كلها 90% نسبة حلول فبالتالي يبقى الناس فعلا بدأت تستلم عربياتها وبدأت تستلمها في الموعيد اللي متحددة وبالإصال اللي احنا قلنا لازم يكون منصوص عليه ازاي فالدنيا بتتحرك سواء من خلال الضغط اللي احنا عملناها كجهاز حمية مستلك الحمد لله جاب نتاج جدا في السوق او من الآليات العرض والطلب الطبيعية اللي بتحصل من خلال سوق العالم